اشتركوا في القناة شهر رمضان المبارك تعتبر من افضل مواسم السنة من حيث تضاعف معدلات الاقبال على شراء الذهب والحلي والمجوهرات خاصة منذ بدء نصف الاول من شهر رمضان المبارك وتوقع تجار الذهبي ان تتحسن حركة شراء الذهب مقارنة مع السنوات الماضية وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك وتلبية احتياجات النساء من داخل وخرج البحرين من الذهب البحريني الاكثر شهرة على مستوى المنطقة والعالم لتعوض بذلك ضعف الاقبال على المعدن النفيس في النصف الاول من شهر رمضان المبارك هاي الاقبال الحين عندنا في موسم رمضان اللي هو من بعد تاريخ 15 رمضان يبتد الاقبال على الذهب وخصوصا موديلات القديمة يصبح عليها اقبال بشكل طلبية اكثر عندك الشميلات عندك المراري عندك الكرسي جابر عندك اللهوة المرامي الخواتم المرامي هاي كلها موديلات ما الاجداد نقدامة الحين البنات الشباب يعني صار عليهم اهم اقبال يعني اهم قاموا يلبسون هاللموديلات طرحت شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل مطار البحرين الدولي مناقصة جديدة لشركات تأجير السيارات الدولية والاقليمية والمحلية الراغبة في تشغيل منافذ تأجير السيارات في مبنى المسافرين الجديد وتماشيا مع مبادئ استراتيجيتها التجارية التميز في شركات الاعمال دعت شركة مطار البحرين مالكي ومشغلي شركات رائدة التي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة الى تقديم العطاءات لتقديم خدمات ديناميكية تهتم بالعملاء بلغ رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل الى السعودية منذ عام 2000 نحو اكثر من 232 مليار دولار وهو اعلى رصيد تسجله السعودية بين الدول العربية ووفقا للتقرير السنوي التفصيلي لمنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد فقد بلغ حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل الى السعودية خلال عام 2017 نحو مليار و420 مليون دولار مسجلة انخفاضا عن قيمة الاستثمارات التي دخلت البلاد العام 2016 اطلق صاحب السمو ولي عهد امارة ابو ظبي رئيس المجلس التنفيذي للامارة الشيخ محمد بن زايد النهيان حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة ابو ظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة وذكرت وكالة الانباء الاماراتية انه بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة وجه سمو الشيخ محمد بن زايد اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال 90 يوما تتضمن مبادرات تعزز القدرات التنفسية لشرائح الكطاع الخاص وتغطي مشاريع البنية التحتية في الامارة اقر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اكبر الباكر ان الشركة قد تواجه سنة تانية من الخسائر خلال العام الجاري 2018 جراء استمرار مقاطعة الدول العربية الدعية لمكافحة الارهاب لقطر والتي حضرت ناقلة القطرية من الطيران الى اربع دول عربية ويشمل هذا الحظ روما عن ناقلة القطرية من الطيران الى 18 مدينة في السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ يوريو العام الماضي اخيرا اعلنت الحكومة اليابانية ان الرسوم الجمرقية التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها قد تحمل تداعيات خطيرة على العلاقات والمنظومة التجارية العالمية واعتبرة الخطوة بانها مؤسفة للغاية وابلغت توكيو منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بان لديها الحق في فرض رسوم تصل قيمتها الى ما يعادل 456 مليون دولار على البضائع الامريكية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الامريكية التي تم فرضها مؤخرا على منتجات اليابان من الصلب والألمانيوم اشتركوا في القناة